السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي مطبخ توزي. النهاردة هنعمل الكاب كيك الجميل دوت. وهنلونه مع بعض وهنزينه وهتعرفوا بايه. شوفوا الفيديو معي. اول حاجة هنبتدي بيها عجينة الكيك اللي هنصبها في قبات الكاب كيك. مقادير سهلة جدا وبسيطة ومعتمدة عندي ما بغيرهاش لان النتيجة بتاعتها هالشوطرية وجميلة. انا هحتاج كبايتين من الدقيق وكباية لبن ونص كباية زيت وبتين عليهم زرة ملح وفانيليا معلقة كبيرة خلق وكباية سكر معلقة كبيرة نشا. وباكو بكنج بودر هشيل منه زي نص معلقة صغيرة. هي دي كل المكونات مش هحتاجه اكتر من كده. انا بعمل الكيكة بتاعتي في الخلاط. هبتدي اضيف المكونات كلها اللي عندي في الخلاط. واخر حاجة بضيف الدقيق في بولة وبحط عليها السائل اللي انا ضربته في الخلاط. حطت اللبن وهضيف عليه الزيت. وهضيف السكر والبيل. كيكة سهلة جدا ما بتاخدش وقت خالص. والخلاط بتديها نتيجة حلوة قوي. او السكر ضيفته كمان. حتى معلقة النشا هعطاه كمان في الخلاط عشان هم مخلط المكونات دي. في الخلاط كلها تمتازج مع بعض كويس جدا. وكل ما يعني تزودي مدة تشغيل الخلاط كل ما هيدخل الهوى لخليط الكيك فيخليه هش وطري وجميع. كده انا حطيت المواد السائلة كلها والسكر معها. وهخلطهم بقى في الخلاط. من خمس دقايق لسبع دقايق. عشان يدخلهم الهوى كده ويتخفقوا ويبقوا كويسين. اه ادي شكل الخليط بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط هتلاقوه كريمي. وتقيل. وحلو جدا متماسك جدا مع بعض. ممتزج. الخطوة اللي بعد كده هجيب بقى الدقيق عندي انا نخلاق قبل كده. كل ما تنخل في دقيق بتاع الكيكة كل ما تديكي نتيجة هيلة. هضيف البكنج بودر على الدقيق واخلطه كويس مع بعض. وبعد كده هضيفه على السوائل اللي انا ضربتها في الخلاط. الدقيق لو خلق لو در صفتي عفو انا. الدقيق لو نخلتي مرتين تلاتة هيديك نتيجة هيلة. لان انتي كده بتدخلي له هوى. عندي الخليط بتاعي بقى عشان الهوى اللي فيه ما يخرجش اللي انا عملته لما ضربت الخليط ده في الخلاط. هحط معلقة معلقة كده وادوب بايدي التانية. زي ما انتم متعودين في الكيكة بتاعتي. اخلص الخليط كل الكيميتي دي كلها. وكده تبقى خليط الكيك بتاعي يهز. خليط الكيك ده كوي حلو قوي وممكن بقى تغيري النكهة زي ما انت عايزت. بس انا هخليه ابيض كده عشان الكوب كيك. هاخد بقى كده بالمغرفة ديت. وحط في كوبات الكوب كيك. بس عايزة امسح الزيادة منها. عشان ما اتنقطش. وانا شغالها. ممكن بدل كوبات السيليكون ممكن يبقى كوبات ورق. او سنية الكوب كيك. يعني المتاحة عندك يعملي بي. كل حاجة ان شاء الله هتنفع وكل حاجة هتبقى كويس. انا بضيف نص الكوب. عشان لما يدخل الفرن ويستوي الكيك ده هيرتفع. فيملالي الكب وما لقوش عالي كده وكابب منه. يعني هو النص كويس جدا. لان احنا لسه هنزيينه. فالكب هيعلى اكتر من كده كمان. هرسوهم بقى في سنية وهدخلهم في فرن على درجة حرارة مية وستين. لحد ما الكيك يستوى والوش يحمر كمان. انا في التسوية ضفت ربع كوبات مية في الصينية. لو انتي هتحطيهم في سنية كوب كيك يبقى ما فيش داعي للمية. انا حبيت ان احافظ على السيليكون يعني. هنا الكبات لما استوت وحمرت زي ما انتم شايفين كده. وعايزة تعرف هي استوت ولا لا. الاختبار بتاعنا هنجيب خلة او عصية شيش تووك هنغرزها في نص الكيكة. لو طلعت بعجين تبقى نايا لو طلعت فاضية يبقى كده الكيك بتاعنا استوب كويس. هنبتدي بقى التزيين انا هنغطي سطح الكبات دي كلها بالكريم شونتي. الكريم شونتي سهل جدا هو العبوة اللي انت هتشتريها اتابع الخطوات اللي مكتوبة على الكيس. او لو هتجيبي كريم شونتي سايب. الكباية عليها كباية. ده لو احنا في الشطر. لكن لو احنا في الصيف الكباية هيبقى عليها تلات اربع كباية مية. والمية لازم تبقى متلجة جدا وفيها حتة تلج علشان آآ قوامل آآ الكريم شونتي يتمسك بسرعة ويبقى تقيل كده وما يسحش. هبتدي بقى زين اشكال الكوب كيك انا هعايزة عايزة اعمل بابا نويل. فانا هحدد الطاقية الاول بتاعت بابا نويل زي ما انتم شايفين كده. وهعمل الكورة اللي بتبقى في الطاقية. وبعد كده هحدد الدقن بتاعتها. انا بزين بكيس عادي جدا من كيس من كياس التلاجة. انت بقى لو عندك آآ كيس كريم شونتي زيني بيه برضو هيبقى افضل. بس انا بزين الحاجة الموجودة في كل بيت عشان اللي حابب يعملهم ما يعطلهوش حاجة. شايفين الشكل بتادي بان شكله حلو جميل ازاي? هبتدي بقى زين بقية القبات بنفس الشكل. يعني القب اللي جنبه ده هعمله بابا نويل. وكل اتنين من القبات التانية هعملهم شكل اشكال تانية مختلفة. هنشوف دلوقتي مع بعض. انا بزين بحاجات بسيطة جدا. وحاجات متوفرة في كل بيت عشان مفيش حاجة تعطلك. اعملي لولادك كل حاجة يطلبوها منك وفرحين. الالوان بقى اللي انا بصبها على القب ديت دي الايسنج اللي انا كنت عاملاه في الفيديو بتاع البسكوت بتاع ليلة راس السنة. هو انا برضو هسيب لكم الرابط الايسنج ده في صندوق الوصف عشان الحبيب يعمله. انت ممكن تلوني الكريم شانتي نفسه. تجيب الوان طعام وتلون الكريم شانتي. بس انا لان كان عندي الايسنج ده بحبيت استغله. لان لما بيقعد طبعا بينشف. وهنا خلصت الكبات كلها. عملت اتنين بابا نويل. وعملت اتنين الولاد اللي لابس طائية. وعملت اتنين شجرة الكرس. حاجات بسيطة قوي هنعملها. هتفرح الموجودين معنا. وكل سنة وانتو طيبين. وان شاء الله في كل مناسبة اعمل لكم كل حاجة مفيدة وجديدة. وتعجبكم بازن الله. حباب اللي ما اشتركش في قناتي ومطبخ توتي. يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل. ليصل كل جديد من القناة اول باول ولايك وشير. انا هنزل لكم برضو في رابط فيديو التورتة في صندوق الوصف. وهنزل لكم رابط بس كنت تلت راس السنة في صندوق الوصف عشان لو حد حابب يعمل المجموعة كلها مع بعض. مش شرط يبقى في الورة راس السنة ممكن تعملها في اعياد الميلاد وانت بقى تشكلت التزيين زي ما انت عايزة بحاجات تانية. مش لازم يبقى بنفس البوبا نويل والكلام ده. ممكن تسيطي تعملي اشكال تانية او الاشكال اللي بيحبوها الاولاد. ممكن تعملي سبونش بوب ده يعني الحاجة المفضلة لكل الاطفال. وهدي الشكل النهائي. حاجة جميلة ولزيزة وسريعة وطعمها حل وشكلها حل. يعملوا بقى لايك للفيديو عشان الفيديو انتشر. واللي ما اشتركش في قناتي يشترك. وان شاء الله دايما نكون عند حسن زنوك وقدم لكو كل جديد. ورجاء يعني بلاش حد يكتب لي كلمات محزورة يا جماعة. عشانتوا عارفين الكلمات المحزورة غلط علي وعلى اللي بيكتبها. آآ يعني رجاء بلاش. احنا ممكن نرحب بعض بكلمات نفهم منها ان احنا عايزين نزور بعض. لكن بلاش الكلمات الصريحة. الفيديو خلص. القاكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.